وقف اطلاق النار في العاصمة الليبية ترابلوس المتواصل منذ اربعة اشهر بات اليوم مهددا بالانهيار فقد تجددت المواجهات المسلحة جنوب ترابلوس في تطور قد يؤدي الى نسف كل المساعي الهادفة لتنظيم لقاء وطني جامع ينهي الخلافات بين الفرقاء في ليبيا وقد تم رصد اشتباكات بشكل متقطع في منطقة قصر بنغشير بعد ساعات من وصول حشود لقوات تابعة لللواء السابع مشاه واخرى تسمي نفسها قوة حماية ترابلوس هذه التطورات الجديدة تأتي بالتزامن مع اطلاع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج على تقرير عن الوضع الامني وخطوات تنفيذ الترتيبات الامنية في ترابلوس الكبرى وتتهم الترتيبات الامنية التي يعكف السراج على تنفيذها بانها سممت على مقاس يخدم مصالحه برعاية من الببعوث الاممي غسان سلامة الذي يوصف وفق العديد من الملاحظين بانه بالغ في تثمين دور الميليشيات ويرى مراقبون أن تجدد الاشتباكات قد لا يؤدي فقط إلى خرق الهدنة في العاصمة ترابلوس بل قد يجهد أيضا تحركات سلامة الساعية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بغية تنظيم مؤتمر وطني جامع يفضي إلى إجراء انتخابات تشريعية في البلاد ربيع عام 2019 سياسيا يبدو أن الأوضاع في ليبيا تسير باتجاه سيء شبيه بما يجري في العاصمة ترابلوس فقد ألمت أزمة داخلية جديدة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فالمجلس الذي يعمل برئيس وأربعة أعضاء شهد هجوما غير مسبوق شنه أعضاء ثلاثة من المجلس على رئيسه فايز السراج حيث حملوه المسئولية عما سموه بالانهيار الوشيك لمؤسسات الدولة الليبية واتهم الأعضاء الثلاثة السراجة بقيادة البلاد نحو مجهول قد يقودها لصدام مسلح من جديد مؤكدين أنه يتحمل تبعات وتداعيات الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة وتشضي ليبيا الأمر الذي سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر وهذا ما رأى فيه مراقبون المسمار الأخير في نعش المجلس بينما اعتبر آخرون أنهم مجرد عملية ضغط على السراج ستمر كسابقاتها ترجمة نانسي قنقر